كلام على بطولة أفريقيا فيه كتير من الـ أنا بكلمك النهاردة مش بس بصفتي يعني مزيع في قناة النادي أهلي وكان حقيقة جزء كبير جداً من وحنا بحتى بنحضر مع الزملاء أنا بكلمك بلسان الشارع الأهلاوي الجمهور الأهلاوي فيه ناس كتير جداً قلقانة من بطولة أفريقيا وده ليه أكتر من اعتبار تسمحي اعتراحهم معاك ببطاعة الصراحة بداية من بعدما رجعنا من بعد قزمة الكورونا دي فيه أحساس وكأنه الأهلي مش هو الأهلي فيه تزبزق كبير جداً فيه المستوى عدم ثبات المستوى عدل كبير جداً من العيبة أحساس أنه فيه وقت كتير جداً الأهلي بيعاني عشان يكسب ماتش بفرق جول أو عشان يتعادل ماتش تقييمك ايه او تبريرك ايه لمستوى مش باتكلم على النتائج مش باتكلم على البطولة احنا حسدنا البطولة وعارف انه الفرق مريح جدا وعارف انه سيزن صعب وطويل جدا لكن تقييمك ايه الفكرة عدم سباة المستوى طيب طبعا يعني بس عشان في حتة وقع اثناني في الاول طبعا ولجنة تخطيط اللي امكان انا اتكلمت على كل منظومة الكرة وما اتكلمش عن لجنة تخطيط لها دور كبير جدا في ترتيب الاوراق واختيار العناصر المهمة واختيار كمان قربات الادارية اللي تناسب الفرقة وتساعد الفرقة فيما يخص الطرح اللي حقاك قلته يعني انا بس يعني دايما دايما لما بنيجي نتكلم في حاجة بنبص حوالينا هل احنا بعاد او على الناس او على المستوى الاوروبي حتى اللي هم الناس الاعلى ثقافة واعلى اهتمام واعلى تركيز واعلى صرف واعلى كل حاجة يعني ولا انت في نفس الدائرة ونفس الاجواء اعتقد اللي هيبص على يمينه بس كده ولا حاجة يشوف الدوريات الاوروبية لما رجعت بعد الكورونا يعني اعتقد الدنيا كانت صعبة جدا بالنسبة لهم كل الاندية ريال مادريد ومانشستر سيتي وليفر بول وبرشلونا وليفونتس كله كله فلكن لما راحوا للبطولة اللي هي دوري ابطال اوروبا كان خادوا او قطعوا مسافة كبيرة في الدوريات المحلية لما راحوا للبطولة التانية الدوافع مختلف تماما التركيز مختلف تماما فشفت من دوري التمانية في دوري ابطال اوروبا الامر مختلف المنافسات بقت مختلفة ومع ذلك المبرانة النهائية اللي هي كانت ما بين باير وبيارجي بالزبط كده كانت يعني صعبة على الفرقتين على المستوى البدني يمكن اللي حسمها قوي الحتة البدنية الالمانية اللي حسمتها قوي الحتة الالمانية إنما تبص بانت على الرباعي اللي في دوري ابطال أفريقيا هتلاقي المسافات قريبة على فكرة الدورية صعبة ومسهلة يعني الدوري قبل النهائي والنهائي الدورية صعبة جدا لكن لو بصيت على الدوري المصري في الأهل والزمالك يعني الأهل الحمد لله ربعين ماشي بشكل كويس عندك في الرجاء والوداد بيعانوا بنفس الكلام برضو مسافة زمنية بعيدة أوي الأجواء بالنسبة لهم مختلفة قبل كورونا فإحنا هنلتقي أعتقد من وجهة نظر الشخصية إن الكافة متساوية أنت شايف إن معطيات ما قبل الكورونا تختلف تماما جملة وتفصيلا عما بعد وبالتالي ده مؤدي لحالة عدم السفر تعرف فيه الزحمة يعني إحنا لعدنا سموحة يوم 11 مارس طب خليني هارجع لنقطة دي تانية كابتن سيد بس ناخد كابتن سامي ترجمة نانسي قنقر